السرعة المتجهة اللحظية عند لحظة زمنية معين فرسال يقولك سقطت كرة من قمة بناية ارتفاعها 2000 قدم وتمثل الدالة هذه الدالة ارتفاع الكرة عن سطح الأرض بالأقدام بعد T ثانية من سقوطها أوجد السرعة المتجهة اللحظية V of T للكرة بعد 5 ثواني طيب يعني في كرة سقطت وهذا الارتفاع 2000 قدم أعطاني هذه الدالة اللي تمثل الارتفاع يعني عندي بناية ومن أعلى البناية سقطت الكرة ارتفاع هذه البناية هو 2000 قدم بعدين هذه الدالة تعطيني ارتفاع الكرة عند لحظة معينة يعني لو كانت الكرة هنا هذه الدالة تعطيني هذا الارتفاع يعني هذا الارتفاع هيكون V of T بعدين يش يبغى؟ يبغى السرعة المتجهة اللحظية وركز على كلمة اللحظية يعني عند لحظة معينة عند لحظة معينة يعني مو السرعة المتوسطة اللحظية بعدها خمسة ثوانية يعني T عندنا بخمسة ثوانية يعني من أول ما سقطت الكرة هنعود خمسة ثوانية بعدين نبغى نشوف الارتفاع طب خلينا نجيب السرعة المتجهة اللحظية اللي هي V of T نحن قلنا السرعة المتجهة اللحظية هتكون ايش هتكون ميل المماس لدالة المسافة يعني هنا هنجيب ميل المماس للدالة الاعطانية هنطبق القانون F of T زائد H ناقص F of T على H وناخد اللمت عندما H تقول الى صفر بنجيب ميل المماس لدالة المسافة اللي هي الادفاع وهي نفسها اللي هتكون السرعة اللحظية طب وهذا تساوي اللمت عندما H تقول الى صفر F of T T عندنا بخمسة زائد H ناقص F of T يعني F of 5 على H وهذا تساوي وهذا تساوي دما H تقول الى صفر نعود بخمسة زائد H في الدالة يعني بدلة T هذه نحط خمسة زائد H يعني حتصنى عندي 2000 ناقص 16 بدلة T نحط خمسة زائد H لكل تربيع هذه ناقص بعدين نعود في الدالة بخمسة يعني حتصير نفتح قوس 2000 ناقص 16 في خمسة أس 2 هذا كله على H وهذا تساوي اللمت عندما H تقول الى صفر 2000 ناقص 16 وهنا نفك التربيع هتصير الأول تربيع يعني 25 زائد 2 في الأول في الثاني يعني 10 H زائد H تربيع بعدين عندي أضرب الناقص في القوس هتصير سالب 2000 واضرب سالب هنا هتصير موجب وهذا يحسبه بالحاسبة تطلع 400 وهذا كله على H أوزع سالب 16 على هذا القوس سالب 16 في 25 هتساوي سالب 400 وسالب 16 في 10 هتصير سالب 160 سالب 16 في H تربية تصير سالب 16 H تربية تروح سالب 400 مع 400 تروح سالب 2000 مع 2000 بيبقى عندي اللمت عندما H تولي الى صفر ومن هنا أقدر أخذ H عامل مشترك بيبقى عندي سالب 160 سالب 16 في H على H تروح ال H مع ال H وخلاص ناخد اللمت لسالب 160 هذا عدد ثابت يصير يبقى زي ما هو سالب 160 وناخد اللمت لهذه هتصير بصفر صر الناتج سالب 160 يصير سرعة الكرة بعد 5 ثواني هتكون سالب 160 والوحدات 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 عندنا من قيص المسافة بالأقدام يصير قدم والزمن بالثواني يصير قدم لكل ثانية طب ايش معنى السالب هذا لانه احنا قلنا هذي سرعة متجهة لحظية فالسالب هذا معنات ان الكرة متجهة للأسفل هنا يقول لي سقطت علبة مادة التنظيف من يد عامل في أثناء قيامه بتنظيف نافذة بناية على ارتفاع 1400 قدم عن سطح الأرض وتمثل الدالة اعطاني هذه الدالة ارتفاع العلبة بالأقدام بعد تي ثانية من سقوطها اوجد السرعة المتجهة اللحظية للعلبة V of T بعد السبعة ثواني طيب يعني في علبة طاحت من بناية ارتفاعها 1400 يعني هذه البناية ارتفاعها 1400 قدم سقطت العلبة من أعلى وهذه الدالة تمثل الارتفاع يعني لو نريد نجيب ارتفاعها عند أي لحظة حيكون ارتفاعها عبارة عن الدالة F of T واتي عندنا بالثواني طيب يبغى السرعة المتجهة اللحظية V of T بعد سبعة ثواني طيب احنا نعرف ان السرعة المتجهة اللحظية حتكون هي ميل المماس لدالة المسافة يصير نطبق قانون ميل المماس حتكون F of T زادة ناقص F of T على H وناخد المتجهة عندما H تأول إلى صفر T عندنا بسبعة صار نعوض صار هذا المتجهة عندما H تأول إلى صفر وناخد T زادة H نعوض به في الدالة حتصير 1400 ناقص 16 وبدل T نحط T زادة H والT عندنا بسبعة يصير سبعة زادة H تربيع ناقص F of T نحطها طبعا لا تنسى القوس 1400 ناقص 16 في والT اللي هي سبعة تربيع تكله على H وهذه ستساوي اللمت عندما H تأول إلى صفر 1400 ناقص 16 فك التربيع يصر الأول تربيع 49 زاد 2 في الأول في الثاني 14 H زاد الثاني تربيع اللي هو H تربيع نضرب السالب في القوس يصير سالب 1400 بعدها سالب في سالب يصير موجب وهذه ستساوي 784 كله مكسوم على H نضرب السالب 16 في القوس سالب 16 في 49 هيكون سالب 784 سالب 16 في 14 هيكون سالب 224 H سالب 16 في H تربيع تكون سالب 16 H تربيع 1400 تروح مع سالب 1400 784 مع سالب 784 من هنا أقدر أجيب عام المشترك طيب بأنه سيصير عندي limit عندما H تقول إلى 0 بعدين هنا أقدر أخذ سالب 16 H عام المشترك يعني يصير أقول سالب 16 H وأكسم هذه على سالب 16 H يعطيني 14 وهذه على سالب 16 H يعطيني موجب H هذا يكسم ها على H H تروح مع H وخلاص أقدر أجيب الليمة الآن سيصير سالب 16 مضروبة في 14 ستكون سالب 224 سالب 224 بل نأخذ المت للH سيكون بصفر بصر الناتج سالب 224 ولأن الارتفاع قصته بالقدم والزمن بالثانية صار السرعة قدم لكل ثانية مرة ثانية السالب هذا معناه أن السرعة متجهة إلى أسفل ترجمة نانسي قنقر